موضوع جلطات المخ كنا منتكلم على الجلطة السريعة من القلب للمخ هك قلت انه قد يحصل لشخص ما قاعد كويس جدا او بيتحرك فجأة تتحرك الجلطة من قلبه مخ ويقول انه هو كان قاعد طبيعي ده هي نفس الحالة اللي بتيجي لبعض الشباب في الجيل ده انه فجأة نقول توفى من ايه جلطة مخه وما هو ما كانش عنده اي اعراضي دكتور في نفس الفكرة هو يعني تحديدا اللي حضريك بتقولي ده مهم جدا لانه هو اذا قلنا انه فيه نوعين للجلطات اتفقنا على كده نوع الجلطات الاولاني اللي هو تصلب الشرايين ده اكتر في كبار السن لكن النوع اللي هو بيجي من القلب ده اكتر في صغار السن يعني عشان امراض القلب اكتر في صغار السن فبالتالي امراض القلب اللي انا قصده روماتيزم القلب مش امراض الشرايين التجاية امراض الشرايين التجاية فعلا في الكبار لكن انا بتكلم امراض السمامات بتاعت القلب روماتيزم القلب ده اكتر في الاطفال او في الشباب وبالتالي حدوث الجلطات عن طريق القلب اكتر في صغار السن لكن حدوث الجلطات عن طريق تصلب الشرايين اكتر في كبار السن تمام يبقى ممكن وارد جدا وارد طبعا وارد طبعا وده اللي احنا يعني كنا دايما بنستغرب انه شخص بقاعد طبيعي شاب صغير ويقول حصله جلطة في الدماغ وحصل وفاق فكرة برضو انه ليه ما منقدرش ما من كان احنا شوفنا يا دكتور الصورة حقيقة على الطا انه الاعراض احنا ليه ما منقدرش نلحق زي ما كان فيه اتصال انه كان فيه من استاذ مروان انه حتى راح مستشفى واتشخص غلط وبعد كيه بالليل تحولت تاني ورجعنا وقلنا لأ دي كان جلطة مخ وقصرت على ادراعها ليه ده بيحصل؟ ليه ما بنعرفش في الاول ما اتشفها او بيختلط علينا الامر انه لأ دي ممكن جلطة او مش جلطة هو الحقيقة فيه اكتر من عامل بيؤخر تشخيص الجلطة اللي المفروض تشخيص يتم في خلال ساعات احنا ساعات بناخره الايام فيه اسباب لها علاقة بالاهل نفسهم او بالمريض نفسه بعض الاحيان المريض بيبقى رافض فكرة انه يعترف انه عنده مشكلة فيقول لا انا مثلا تقول الليسان دي يفسره باي سبب اصلي مش عارف انفعلت اصلي كنت ما نمتش كويس اصلي كلت اكلة تقيلة اي تفسير دون ان يتوجه مغاشرة للمستشفى رقم اتنين بعض الاهل احيانا بيضيع وقت فيه يعني اجراءات غير مفيدة بمعنى اي اول اجراء مثلا نجيب دكتور البيت دكتور البيت ده ما عندوش اي وسائل علاجية ده واحد اخره هيبقى معاه السماعة وجهاز الضغط وخلاص على كده اللي هو مفيش اشاعة مفيش تحليل مفيش اجهزة مفيش حاجة يقدر يعملها فعو بالما يجيب دكتور البيت ممكن يضيع فيها خمس ست ساعات ممكن اجراء تاني يتوجه الى مستوصف جنب البيت مستوصف جنب البيت الاول ما يروح وينتظر فيه شوية ويكشف ويروح يجيب الدواء العلاجي اللي كتابهوله غالبا ممارس عام او طبيب حديث التخرج فبيبقى ممكن ضيع له يوم او يومين لحد ما انا اكتشف فيه ما بعد انه كان عنده جلطة ولم تكتشف يبقى انا لازم الاجراءات اللي هي غير سليمة دي لازم اتفاداها الاجراء الصح ايه انها توجه لمستشفى اقرب مستشفى كبير ليه مستشفى كبير عشان اقضاء من المستشفى دي فيها اجهزة اهم جهاز بالنسبة لي هو الاشع المقطعية لان ما ينفعش اعالج او اشخص بدون اشع مقطعية برضو فيه مفهوم لازم نصححه عند الناس انا بعمل الاشع المقطعية عشان استثني وجود النزيف لان برضو فيه نقطة مش واخدين بالنا منها ان ممكن الشلل النصفي او تقل الدراع او تقل اللسان او تقل الكلام ده ممكن يكون سببه نزيف في المخ وليس جلطة وعلاج الاتنين عكس بعض انا لو اديت علاج مزيب للجلطة وهو عنده نزيف يبقى انا بزود النزيف اكتر فبالتالي لازم ان انا اعمل اشع مقطعية معلومة مهمة جدا ان الاشع المقطعية ما بتبينش الجلطة غير بعد 48 ساعة من حدوثها لكن بتبين النزيف وقت حدوثه يعني مجرد ما نزيف يحصل في خلال اقل من دقيقة بيكون داين في الاشعار المقطعية اذا انا بعمل الاشعار المقطعية عشان اتأكد ان ما فيش نزيف لكن لو موضوع الجلطة مش هستنى 48 ساعة على ان الاعراض واضحة قدامي فاقدر ان انا اعالج مباشرة